جهة أخرى أكدت مصادر أن الإطار التنسيقي ضد بقاء المفوضية الحالية ولن يقبل بإجراء الانتخابات في عهدها جملة وتفصيل وهذا ما تم إعلانه من قبل قادته المصادر أوضحت أن استقالة القاضي جليل عدنان من رئاسة مجلس المفوضين جاءت بعد ضغوط مورست عليه سيما وأنه كقاضي محترم شعر وجوده غير مناسب ولذلك قدم استقالته من منصبه ووجود مفوضية لا تقف كحجر عطرة بطريق الإطار التنسيقي هي المبتغى والهدف وأضافت أن هذه المفوضية التي تم انتخابها لم يحقق الإطار في عهدها ما يصب إليه ويعتقد أن هذه المفوضية أو يعتقد لا تعمل لصالحه وهي مؤدلجة باتجاه جهات سياسية أخرى لذا فأن الإطار عازم على استبدالها بالمستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر